اهلا وسهلا كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير الناس اللي اول مرة كيشفوا القناة ديالي والناس اللي اول مرة كيكتشفوها وكنشارك معكم بزاف دي الوصفات تقليدية عصرية ان شاء الله اليوم غدي نشارك معكم الوصفة ديالي ديال شبكية او لطريقتي بتحضير الشبكية لي كدي شبكية هموية شبكية اللي غزالة الى جربتي هاد الوصفة هادي غدي طبقة دائما ان شاء الله تعتمد عليها في المناسبة ديالك في شهر رمضان الكريم بالحصوص غدي نعطيكم جميع الاسرار باش ان شاء الله تكون واحد شبكية ناجحة مئة بالمئة خاصة للمبتدئات وكذلك خاصة لبنات والسيدات اللي مكيزعموش على تحضر الشبكية غدي تخليكم معي الاخر الفيديو ما ترطيو حتى شي اه دقيقة من هاد الفيديو هادا ان شاء الله وغدي تستفدو معايا ونقول لكم نبدو نحضر الشبكيات ديالنا من شهر رمضان الكريم غدي ننصار دمعكم البنات المقادر ديالي غنحتاجو الشبكية غدي نحتاجو هنا غدي نحتاجو هنا غدي نبتوكو مقاد مقادير ديال كيلو ديال يعني ديالفقيقوا نديرو نس beaucoup في المقادر الفيديو في الفيدو الثالاثلة و teknologنا ن質عو النقاط المقادر ديال intuit flavored than�� غ lifestyle ذلك هنا غدي نعدي وحدي ثان第二 جرام ديالزنجلال حتى يص valide معي نحتاجو الأزين nac نحوز البنات翧 tiene ذو step peuter miraculous يجب أن تأخذ اللوز التي تسلقها و تفرقها و تطحنها حتى يتلين لا يجب أن تأخذ اللوز التي يجب أن يكون بودرة مطحونة نحتاج نصف كأس ماء الزهر نصف كيلو سأخذ ربع كأس سأخذ 1 جوج معلق الخل و كأس مملوء ما بين الزبدة المدابة و زيت المائضة يعني الزيت المائضة ما بين الزيت المائضة سأخذ معلقة من الخميرة الحلويات نزل ملق صغيرة ملق صغيرة ملق صغيرة ملق صغيرة الممسكة الحرة نحتاج المعلقة صغيرة أو المتحونة نحتاج الزعفران شعراء نحتاج أصفر البيض نحتاج أصفر البيض نحتاج أصفر البيض نحتاج أصفر البيض نحتاج أيضا لصفر البيض نحن نستخدم الزعفر نستخدم الزعفر نحن نخلط إضافة الصحن يمكنك التدريع الألطاء في صحن كبير سوف نقوم بتغرب المدقيق أجل الجربة سوف نغرب نبدأ الأشياء اللي جفر نضيف الخميرة نضيف النافع نضيف حلاوة نضيف حلاوة نضيف الخميرة والمقرفة نضيف خمير نضيف التعليف الزنجل ولنضيف الزنجل نبدأ بأن ننتظر نخلط هذه العناصر مع بعضها نواشف و نضيف الأيدي نحاول أن ندخل هذه المواد مع بعضها نضيف الأيدي نضيف التجويف نضيف البيض نضيف حوالي جوج معلق الخن نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزعفران نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزعفر نضع الماء الزهر وزعفران شعره نضع الماء الزهر وزعفران شعره نبدأ الماء الزهر لهذا الشبكات طويلة السابق يجب أن نتحكم في القوام لأنها لا تريد أن تكون جارية لأن الشبكية هي جارية سوف تعذبنا يجب أن تكون قصحة لفرصة لكي نضيفها سوف تساعدنا في العمل لا تتعذبنا يجب أن نضيف الماء يجب أن نضيف الماء لكي نضيف الماء لكي نضيف الماء يجب أن نضيف الماء أجب أن نضيف الماء أمون نضيف الشبينات الخمير أضيف الكويس أجب أن نضيف الماء نضيفها سوف نقوم بترطب وضعها نقوم بتكليل الخليط نقوم بتكليل الخليط العجين فقط بينا بالاطراف الاصابع كيف ما كنتشوفو ونحاولو البنات ما ندروش الماء في اللول بزاف يعني نزيدو شوية بشوية كيف ما كنتشوفو معي في الفيديو حتى نحصلو على واحد الحاجين لي كيكون اكتمتوا متماسك وفي نفس وقت شوية قاسح ما يكون جاري لانا يلضفنا الماء بكاترة غادي جينا العجين جاري وفاش غادي نكونو كنسرحو يعني غادي جينا آآ صعوبة غادي تسيحنا بين ايدينا وما غاديش تساعدنا آآ في الخدمة من بعد البنات ما كي جمعنا العجين بحالات شي آآ بحالات شكلها ده غادي نحاولو ندلكوها شوية لانا ضروري البنات آآ آآ الشبكي خصها تدلك باش تاكل عناصر كلها كتنساجم وكل شي كيتلق مع بعضياتو آآ لانا كيلي كي يقولك للشبكي غي كان كتجمعو صافي ما كتتدلكش ولكن هادي فكرة خاطئة يعني هاتش من من الامهات دينا ومن جدودنا يعني كانوا كلهم كيدلكو الشبكي ديك شعلاش كتجي سوينا وكتجي مع الكوكي ديك وكتجي مع قرمشا آآ صافي مبعد ما غدي نجمع العجين غدي نقطعو هكذا تريفات وقاطعة صغيرة وكل قاطعة غدي نحاولو نجمها هكا على شكل كويرة وصافي وغدي نحطوهم في واحد الفيلم أليمونتغ ولا بلاستيك غدائي باش نخليهم يرتاحوا صافي كانا ندير كويرات وكانا نغطيهم في الفيلم أليمونتغ ولا بلاستيك ونخليهم هكذا يرتاحوا وقاطعة 10 دقائق ونبدأ نطلق الكويرة التي قمت بها وقاطعة 5 دقائق لما يرتاحوا بشيسة جيني سهلة في الخدمة سوف نسرح واحدة تلو الأخرى بالتتابع وصافي وانتم تشاهدون معي الطريقة كاملة سوف نحتاج الجرار ونحتاج الجرار هذه هي الأشياء المضرورية في الشباكية ولكن لديكم هذه القطاعات في حالة الشكل أو هذه القطاعات التي تكون في الجرار وفي نفس البقس تكون شباكية هذا يكون أفضل يعني يساعد واحد طريقة رائعة ولكن انا ما لقيته في المغرب سوف نفر بكثرة سوف نحط أول كويرة سوف نبدأ بالأولى ونجعل الكويرة الأخرين نجعلهم مغطلين سوف نبدأ نسرح سوف نأخذ كل الكويرة يعني واحدة مرة الأخرى وسوف نسرحها كما تشاهدون يعني راكم عارفين شباكية ديال تمارا يعني خصوية ديال القوة سوف نسرحوا الكويرة بشكل جيد حتى يبقى سطح العمل كيبان ومن بعد كنبقى ونطنيوها بهذا الشكل هذا كيف ما كنتشوه اللي بنتمعي في الفيديو كنبقى ونطنيوها يعني بحال كنديرو مليويات ولا مسيملات كنت نطنيوها وكندلكو وكنجيبو الطراق الآخر حتى هو كنوليو نطويوه وكنسرحو بالدلك لأن هذه العملية هذه هي اللي كتجي بنا شباكية مجعبة ملداخل يعني ما كتكونش معجنة لانا كين شباكية فش كتقليوها كتجي ملداخل معجنة هادي كتجي شاربة العسل ملداخل وكتجي مجوفة ملداخل وكما كان قلوه احنا بالدارجة العامية ديالة يعني غنديروا المراحل كلها مع القطعة كلها اللي عنا ديال العاجين كيف ما كتشوفوني حتى سرحت هالطرف هذا كله وغادي نولي نطوي كل ما طويتو هالبنات مزيان بزيان بزيان كل ما غادي يكون شباكية ديالكم مجعبة وغادي العسل داخل فيها حتى الداخل وغادي يجي كوم زوينة بزيان نونغ غادي نكمل هاد شي كله هاد الكبرات اللي عندي غادي نكملهم كاملين عاد ندوزو باش نشوفو الطريقة ديالة شباكة غادي نبدأ ناخد القطعة اللولة اللي سرحتها وطويتها وعاود طويتها هي اللي غادي نبدأ بها دائما نبدأ بالقطعة الاولى اللي كتكون صفي ارتاحت شي شوية باش مني كان بغي نسرحوها كتجينة سهلة وما كتعد بناش صفي كان نسرح العجين بحال هاتشكل هادا يعني نحاول ونسرحوها اللي بنات حتى يبقى يعني دك ساطح العامل كيبان يعني بكتجينة رقيقة وما كتجينش وما عجنو كتجي غليده صفي كان نسرحها بحال هاتشكل هادا ناخد القطعوه دك الجوانيب اللي كتكون زيدة ه الكده نخلي بش يعني دك العجين كيكون مقذ غادي نحاول ده انا بقى نقطعي يننتو ما كتديرو عندك اعيكم وش ابغيتوها كبيرة ولا صغيرة انا كنحاول لائما نديرها صغير بش فيげ هكا حدينوها صفي بقى نقطع كندير خمسة يعني كندير خمسة ديالتقطاعات يعني اì fellowship نقطع كندير 1 زوج 3-4 الـ 5 كإنقطاع بيها العجينة 1 زوج 3-4 الخامسة كنقطع بها كيفما كتشوفو اه في الفيديو يعني رأى الفيديو واضح كيشرح نفسه بنفسه. كنحيد ذوك الزوائد. وغضي نشارك معكم هادة اه يعني هادة تشبيكة هادي اللي الساهلة صراحة اخذكم غي اه يعني تركزو معي شوية. كتقبطو يعني هيك يكونو فيها اه خمسة ديال ديال التقطعات. يعني كنقبطو جوج كنديرهم على جوج. كيبقلنا واحد زايد كيفما كتشوفو. كتقلبو العجين كيبقلنا واحد زايد. كتقبطو ذوك القنيتات. وكتديرو الاصبوع ديالكم في واحد البيصة اللي كتكونها كده بحال تقض منها كتخرجو العجين وكتفتحو ديك الشباكية. هنصبه كيفما كتشوفو معايا. غادي ترجعو الفيديوهات القديمة ديالي غادي تشوفوني بقدر سمعكم بزاف ديال انواع ديال ديال التشباك. وهاد العام غايت ندير معاكم هادية هي اللي ساهلة صراحة وبسيطة. يعني هاديرا اللي وريدت لأطفال ديالي كيفة شوتهم وكيديرو كيخربقو شوية باش هكذا يعاونوني وفي نفس الوقت ندير ذاك الاجواء الرمضانية. هنصبه كيفما كتشوفو عندي خمسة ديالة قطعات. كندير زوج على زوج. بهات الشكل هذا. وكان كيبقى لي واحد زايد يعني الخامس. كنقبطو. وكيفما كتشوفو كنقبط دوك القنيتات ديالو. كيبقى لي هاداك التقبو اللي كان خشي الاصبوع ديالي. وكان نحلها بحالات شكل هدا. وصفيها الشباكية ديالنا آآ واجداء. ودك الزوائد اللي بقى ولناك اطوال. كنحاولو نحيدهم بالجرار. باش هكا كتجينا زويونا. انا حاول درتهم صغير ورين صراحة جو. آآ شباكية بريستيج. ما كتعجي نشتاك شباكية اللي كبيرة غي وحداك تقهم. كنحاول ما امكان نديرهم صغيرين. عادي نعود معكم البنات العملية هكذا يعني بالتفصيل الموميل. آآ سمحوا لي هنا ما كانش كان بقمر كزمع يديو كان سهل كاميرا ما ما بينش يدي مزيان. ولكن آآ الطريقة راح سهلة. عادي نستمر بنفس العملية مع العجين اللي عندي كامل كيفما كتشوفو. كنحاول يعني نعود معكم العملية كيفما كتشوفو. آآ كنديروا آآ واحد زوج تلاتة اربعة في الخامسة. كنقطعوا لي. أنا شي بنات هضروا معي في انستغرام. قالوا لك هالطريقة جدتهم شوية آآ صعيبة لنا شاركتها معكم في الانستغرام. من هاللي كنت كنصوب شباكية. ما سهلة. ودك الزائدة البنات دي اللي اللي كندقنا دوك البقايا. كنحيدوهم وكننجمعهم ديرهم كويرات ونحطوهم في البلاستيك. وهكذا كنرجعوا من بيت كنتها وما كنستعملهم. يعني ما كنضيعوا التحارق. آآ نعود معكم كنصوبها. يعني كنصوبها بطريقة يعني خفيفة ضغية طريقة ديالها. ما هادي سهلة. وغضي نخليكم راوة بيت ان شاء الله. آآ ديال الفيديوات السابقة ديالي اللي كنت كندير فيهم الشباكية. يعني كل فيديو كنت قسم معكم آآ طريقة اللي اللي سهلة ومبساطة. هكذا اللي مبتدئة لان ما شي كل شي كعارف يصوب الشباكية. وكي يجينا صراحة عليها العقاز وكي يجينا شوية صعيبة خاصة هاد الوقيتة ديال الشباك يعني قسنا نديرو شي حوجة اللي يجينا زوبنا في الحطة. صافي اللي بناتها ديال طريقة كيف مما شاركتها معكم وعاودتوا عاودتوا عاودتوا عاودت باش ديكم آآ سهلة وتسعبوها يعني غي خصة شوية دلخاطر فقط اللولة الثانية الثالثة من بعد غدي جيك سهلة تقيت صوبها بعينك مغمضين. من بعد ما ساديت هنصوب كيف ما كتشوفو كنحط واحد البلاطو فوق واحد ال الورق ديال الفورم صافي كنحط علي واحد شوية دل بلاستيك ولمنيدل صافي وكنخليها كنخليها كترتاح على مكان سادي كل شي وصافي كان قنوجت باش غادي نبدأ نقلي القاري غادي ندير واحد المقلات اللي فيها زيت صاخن وغادي ندير آآ يعني آآ يعني آآ يعني آآ العسل اللي غا نديره في حمام مريم باش هكذا يتطلق وغادي ندير شوية زنجلان باش غادي ندردرو فوق شباكية. الزيتة اللي بنات يكون في الاول صاخن ومن بعد غادي نقصوه شوية النار. صافي كان قندير العدد الحبات اللي غادي تكفيني في المقلات والزيتة اللي بنات تكون كتيرة باش هكذا آآ يعني اتقلالكم زيان وما تتحرقش. ونحاولو ونقاو يعله كيمة شو الدرسها ونحاولو نا نقلبوها. يعني نقنقاو ونقلبوه الشباكية هكذا باش كتبنا من الجهتين وكيتحمرو من الجهتين. ماشي نخلي واحدة تحرق من تحت عضن وولي ونقلبوها. فقط كيف ما كتشوفوها كتبقى بحدي كتبقى بحدي كتبقى بيضة آآ كان ولي ونقلبوها همتوبا انا كنحركها هكا فقط بدك الملعقة. مني كنشوفها صافي كنبقى ندورها باش كتوصل الها النار كاملة. مني كتبقى لكم حلي ولا تكاتبية صافي كتبقى آآ تقلبوها. وصافي مني كتشوفو عطات ذاك اللون الذهبي كتجبدوها. وصافي وكتديروها في العسل. صافي بعد ما كانت فيها فى العسل كنخليوها يعني ترتاح فاداك العسل مرة مرة كنقلبوها. وكندغط عليها باشا كده آآ اه تشرب العسل مزيان. وندروه القلية التانية يعني في داك الفطرة اللي كتكون آآ كنديرو القلية التانية. كان نخليو داك شبكية هكذا. في داك العسل كنشرب العسل مزيان. فوقاش كنحيدوها من العسل. حتى كنشوفو دي. الشبكية دينا الخراسة فى رها طابت. ع PRIME كانحيدو شبكية من العسل ونضعها في واحد الشبكة او لاكس كاس ولا اي حاجة باش هكذا تستقطر من ذاك الباقي ولا الزائد ديال العسل وكنديرو القلية الخورى اللي كننصفية ديجا وجدناها كنديرو عاو تانيك العسل وكنستمرو هكذا حتى كنساليو فاش كنجبدوها من العسل كندردرو واحد شوية ديال الزنجلان ولا اللوز مهرمش ولا اللي بغيتو انا كتعجبني صراحة الزنجلان كيجيني هاد المنظر تقليدي وكيعجبني تقدروا تديرو اللوز افيلية تقدروا تديرو اللوز عادي مهرمش ولا مهرمش ولا اي حاجة انا كتعجبني هكذا الزنجلان بطريقة تقليدي ديالي كتفكرني في الطفولة ديالي وبهاد الشكل هدا غنكون وسالينا شبكية ديالنا غدي تشوفوا معي الشكل ديالها كيفاش كيجي في الطبق النهائي هنتم البنات شوفوا الشكل ديالها يعطيكم الخبار شبكية كتجي اكتر من رائعة وخنعين شكر لكم فيها كيفاش كيجي بالقرماشة وبالماضا قديلها حيث في هالزنجلان وفي هاللوز كتجي رائعة صدقوني الى تبعتو المراحل اللي شاركت معكم في هاد الفيديو هدي ورا غدي يعني اطلع لكم واحد شبكية اهماوية شبكية اصيلية تقليدية اللي معمركم ما غدي تستغنوا على هاد الوصفة هادي انا جربتوها صراحة كتجي رائعة غير خسكم شوية ديال الشجعة وشوية انكم تزعموا لان بزاف ديالبنات ما كيزعموش ويصوبوش شبكية كتجيهم بحالة صعيبة ولكن خسكم غير بداية ومن الاحسن وجدوا فقط نصف كيلو يعني نصف المقادير وجربوها وهكذا غدي تجيكم سهلة ما غدي تجي مانيش يعني تجيكم صعيبة وان شاء الله هلا تبعتو هاد المراحيل كلها غدي تطلع لكم واحد من شبكية غزالة لشه رمضا ان شاء الله والضيوفكم والأسر ديالكم ما بخلت عليكم تتبشي حاجة في هاد الفيديو هادا قال السرار ديال تحذير شبكية شارك سامعكم ودوركم ما تبخلوا عليها لا بلايك ولا بكمنتر لي اه كنعرف الاراء ديالكم من خلالها ولقاكم في فيديو اخر موضوع جدي فكرة جديدة كنقول لكم عوش المبركة وتبقى وعلى خير